بحاول اغاير كلمة سر الانستجرام بيطلب مني البصود القديم وانا مش فاكره. وانا اقصر رابط الانستجرام بحساب الفيسبوك. وما عملتش بصورد الانستجرام. يا نهر يسويد. طبعا ما ليه لو حساب الفيسبوك بتاعة افل او جهاز الموبال بتاعة سرق? مش هعرف افتح حساب الانستجرام تاني. ولو حبيه تاني للحساب الانستجرام من الجهاز القديم للجهاز الجديد مش هعرف. كده كل الصور الفيديوهات بتاعتي على الانستجرام وكل اللايكات المتابعين هيدوعوا مني. طبعا ما ليه? اكيد انت بتاعني من نفس المشكلة. بس طالما الفيديو ده ظهر لك. يبقى ما تقلقش من اي حاجة. هتفر ان بصورد الانستجرام في جيبك. الشرح بتاع النهاردة هنتعلم ازاي نغير كلمة سر الانستجرام بدون معرفة كلمة السر القديمة. وهنعرف في حساب الانستجرام بتاعنا مفتوحة جهاز تاني ولا لا? وازاي نأمن حساب الانستجرام بخطوات بسائة جدا. قبل ما نبدأ الشرح نستش تعمل الشرق في القناة بتاعتي لو بتابعني على يوتيوب او تعمل فولو اكاونت لو بتابعني على تيك توك. شو بطلش عليكم? تعال نبدأ الشرح. قبل ما نبدأ الشرح لو عاوز تأمن حساب الفيس بوك الخاص بيك وتعرف هل حساب الفيس بوك مترايب ولا لا? هكون سايب لك الشرح في وصف الفيديو ده او في التعليقات. تعالوا نبدأ بقى في الشرح بتاعي النهاردة. اول حاجة عشان تغير باسورد الانستجرام لازم تضيف بريد او رقم تغير عن طريقه كلمة سر الانستجرام. هنروح دلوقتي نشوف الانستجرام بتاعنا مربوط بمعلومات ايه? عشان بعد كده نقدر نغير كلمة السر الخاصة بالانستجرام بالمعلومات دي. اول حاجة هنعملها هنيجي نفتح تطبيق الانستجرام. وهنخش على حسابنا الشخصية او الصفحة الشخصية بتاعتنا بالشكل ده. خطو بعد كده هنجي ندوس على الثلاث شرط اللي تحت بعض من اعلى. وبعدين هنخش على حاجة اسمها مركز الحسابات او اكاونت سنتر. خطو البعض كده هننزل تحت شوية وهنخش على حاجة اسمها التفاصيل الشخصية. وبعدين هنخش على حاجة اسمها معلومات الاتصال. لو انت رابط الفيسبوك بالانستجرام هيظهر لك هنا كل الارقام والايميلات اللي انت رابطها سواء بالفيسبوك او الانستجرام. عشان تتأكد البريد او الرقم ده متضاف في الفيسبوك ولا الانستجرام هتجي تدوس على البريد او الرقم. انا مسلا هجي ادوس على بريد الجيميل اللي فوق. لو لقيت تحته فيسبوك بس يبقى متضاف في الفيسبوك بس. ولو لقيت تحته انستجرام بس يبقى متضاف في الانستجرام بس. طب لو لقيت ان البريد او الرقم تحته الفيسبوك والانستجرام بالشكل ده. يبقى البريد ده او الرقم ده متضاف في الانستجرام والفيسبوك مع بعض. لو رجعنا خطوة تانية بالشكل ده. ده كان بالنسبة للبريد. لو دخلنا على الرقم. لقينا تحت الفيسبوك بس. يبقى الرقم ده متضاف في الفيسبوك بس. مش الانستجرام. ولو لقينا تحت الرقم موجود الانستجرام بس. يبقى الرقم ده متضاف في الانستجرام بس. ولو لقيت الحسابين موجودين تحت الفيسبوك والانستجرام. يبقى الرقم متضاف في الحسابين الفيسبوك والانستجرام. مع بعض. حاجة تانية لو لقيت مثلا رقم موبايل او بريد متضاف في الانستجرام والبريد او الرقم اللي متضاف ده مش بتاعك او بتاع حد تاني او كان معاك زمان ومش معاك حاليا لو دخلت على البريد ده بالشكل ده لقيته متضاف معايا في الانستجرام بس البريد ده مش بتاعي او بتاع حد تاني او كان معايا زمان بس مش معايا حاليا في الحالة دي هتعمل ايه اول حاجة هتعملها هترجع خطوة وارا كده اول حاجة هتعملها هتضيف رقم موبايل بتاعك وهتضيف بريد بتاعك في الانستجرام يكون معنا سواء جيميل او ياهو او وتميل يعني لو دخلت على رقم بتاعك هنا ولقيته مش متضف في الانستجرام متضف في الفيسبوك بس او ملقيتش رقمك موجود في الخانة دي خالص هتجي تدوس على اضافة جهة اتصال جديدة وبعدين اضافة رقم هاتف محمول وهتجي تضيف الرقم بتاعك بعد ما تكتب الرقم بتاعك في اول خانة اللي هي ادخل رقم الهاتف المحمول هتجي تحت كده وهتعلم على الانستجرام بس احنا مش هنستخدم خانة الفيسبوك في حاجة النهاردة فاحنا كل شغلنا على الانستجرام بس هنختار الانستجرام وهندوس على التالي وهنستنى شوية لو الرقم ده معمول بي واتساب هيبعت لك رسالة فيها كود على الواتساب مقوم من ستة ارقام وتقدر كمان لو الرقم ده مش معمول بي واتساب تقدر تدوس على تلقي الرمز عبر رسالة اس ام اس بدلا من ذلك يعني رسالة نصية وهيبعت لك رسالة نصية على الرقم الموبايل انا طبعا عندي واتساب على الرقم ده فهفتح واشوف الكود وبعدين اكتب الكود في الخانة دي وبعدين هتدوس على التالي وهنا بيقول لي لقد اضفت الرقم الخاص بك الى الحسابات التي تم تحديدها اللي هي الانستجرام ضفت الرقم في حساب الانستجرام هدوس على اغلاق من تحت كده وبكده انا ضفت الرقم بتاعي في حساب الانستجرام لو دخلت على الرقم بالشكل ده هلاقي متضاف معايا في حساب الانستجرام بس زي ما انتم شايفين الخطة اللي بعد كده هتيجي تضيف بريد بتاعك في الانستجرام يكون معانا طبعا كل المستخدمين دلوقتي معاهم بريد جيميل او لو مش معاك بريد جيميل ممكن تستخدم الجيميل الموجودة عندك على الجهاز بس غير كلمة السر الخاصة بالاميل الاول عشان تبقى فاكره عشان لو غيرت الجهاز تقدر توصل لحساب الانستجرام وتقدر توصل للايميل بتاعك اللي موجود على الجهاز هنيجي كده نفتح تطبيق الجيميل الموجود على الجهاز وده بيكون الشكل بتاعه هنيجي نفتح تطبيق الجيميل وهندوس على الايكونة بتاعت الحرف اللي فوق دي او الصورة بتاعتنا اللي فوق دي هيظهر لنا كل الجيميلات اللي موجودة عندك على الجهاز هتختار الجيميل اللي انت عاوز تضيفه في الانستجرام ولو عندك موجود جيميل واحد فاستخدم الجيميل ده انا مسلا عايز اختار الجيميل اللي هو سايكو تيك زيرو زيرو ستة ات جيميل دوت كوم فهدوس على الايميل الاول وبعدين هيظهر فوق بالشكل ده وهيبقى تحته كلمة ادارة حسابك على جوجل هدوس على ادارة حسابك على جوجل عشان اغير كلمة السر الخاصة بالايميل ده هيفتح لي واجهة بالشكل ده هسحب الشريط الموجود ده من اليميل للشمال او العكس لحد ما لايه حاجة اسمها الامان او سيكيريتي وبعدين هنزل تحت كده وهدوس على كلمة المرور وبعدين هيقول لي هنا الجاري اثباته طيباتك هيطلب منك البصمة او الفيس اي دي بتاع الجهاز عشان تقدر تغير كلمة السر الجيميل ده بعد ما دخلت له البصمة هيقوللك اكتب كلمة سر جديدة للجيميل ده فاكتب كلمة سر جديدة وتكون حافظها عشان تقدر لو الجيميل ده ضاع منك تقدر تسترده تاني او ترجعه تاني او لو وبجهاز ضاع منك تقدر تجيب الجيميل ده تاني فهتكتب كلمة السر في اول خانة وهترجع تعدها تاني في تاني خانة بعد ما تكتب كلمة السر الجديدة وتعدها في الخانة التانية هتدوس على تغيير كلمة المرور وبعدين هتدوس على تغيير كلمة المرور وبكده انت غيرت كلمة السر الخاصة بالجيميل بتاعك كل اللي عليك بس اللي انت هتيجي هنا في الايكونة بتاعة الايميل كده هتكتب الايميل ده في ورقة اللي انتهى غيرت الباسورد بتاعه اللي هو سايكو تيك زيرو زيرو ستة طبعا زي ما يكون عندك هيكون طبعا مختلف عنده بس اخره هتلاقي اخره ادجيميل دوتكوم هتكتب amazing. giaimail ده في ورقة وهتكتب تحته الباسورد اللي انتهى لسه عامله وبكده انا غيرت باسورد الايميل ده اقدر استخدم الايميل ده معاي في الانستجرام. حاجة افتح كده تطبيق الانستجرام. وهدوس على اضافة جهة اتصال جديدة من اسفل. وبعدين هدوس على اضافة بريد الكتروني. وهرجع للجيميل كده. هكتب الايميل دلوقتي اللي انا غيرت الباسورد بتاعه. اللي هو سايكو تيك زيرو زيرو ستة على جيميل دوت كوم. ادخل عنوان بريدك الكتروني. هكتب الايميل. بالشكل ده. وبعدين هختار من تحت كده انستجرام زي ما تعودنا. احنا عايزين نضيف الايميل ده في الانستجرام. هنا بيقول لك لو في اي ايميل تاني متضاف في الانستجرام مش بتاعك. او اي ايميل تاني متضاف في الانستجرام. هيتحزف وهيتضاف الايميل الجديد اللي انت بتضيفه دلوقتي. فاقول له ماشي اوافق على الاستبدال ده. هدوس على التالي. هيطلب مني رمز تأكيد. هاجي افتح تطبيق الجيميل اللي موجود عندي على الجهاز اللي احنا كنا فتحينه. واعمل تحديث للصفحة. اسحب الشريط كده. هلاقي وصلن رسالة كده من الانستجرام. هتلاقيها في اجتماعي هنا او ظهرت عندك. تأكيد البريد دكتروني. هتفتح الرسالة كده هتلاقي فيها كود. هتستخدم الكود ده. تعمله نسخ. وترجع للانستجرام. تعمله لصق هنا. وبعدين التالي. وبكده انت ضفت البريد ده. البريد بتاعك ده في حساب الانستجرام. كده احنا ضفنا رقم تليفون اللي هو بتاعنا. وضفنا بريد بتاعنا احنا فاكرينه ومعانا. ضفناه في حساب الانستجرام. دلوقتي بقى نقدر نغير باسورد الانستجرام عن طريق الجيميل او عن طريق رقم الموال اللي احنا لسه ضيفينه في الحساب دلوقتي. هنيجي نقفل تطبيق الانستجرام بالشكل ده من الحاجات المفتوحة. ونفتحه تاني. ونخش على الحساب الشخصي او وهندوس على الثلاث صورة التحت بعض من اعلى. وبعدين هنخش على مركز الحسابات او continues to enter. وبعدين هنخش تاني على حاجة اسمها كلمة السر والامان. وبعدين هنخش على حاجة اسمها تغيير كلمة السر. وبعدين طبعا احنا عايزين نغير كلمة السر الخاصة بحساب الانستجرام فهنختار حساب الانستجرام. هيطلب مننا كلمة السر الحالية اللي هي كلمه السر القديمة اللي احنا مش عارفينها اصلا وهيطلب مننا كلمة سر جديدة وهيطلب مننا نعيد كلمة السر الجديدة طب احنا مش عارفين كلمة السر الحالية او الموجودة دلوقتي على الانستجرام فهنعمل ايه كل اللي عليك عشان تغير كلمة السر بتاعت الانستجرام بدون ما تعرف الكلمة السر الموجودة دلوقتي هتيجي تدوس على هل نسيت كلمة السر هيقول لك هنا ان هو بعت رسالة للاميل اللي انت لسه ضيفه الايميل الجيميل اللي انت لسه ضيفه طبعا الايميل ده اللي احنا ضفناه موجودة على الجهاز بتاعنا هنجي نفتح الجيميل وهنعمل تحديث للرسائل كده نعمل كمان تحديث نستنى شوية كمان تحديث هنلاقي ان فيه رسالة وصلتها هي دلوقتي فيها تغيير كلمة السر او رسالة تمام هنخش على الرسالة ديت وهيقول لنا هنا تغيير كلمة السر او ريسيد باسورد فهندوس على ريسيد باسورد او تغيير كلمة السر اللي باللون الازرق هيطلب مننا ان احنا نكتب كلمة سر جديدة للانستجرام بدون ما يطلب كلمة السر القديمة فهنيجي هنا ادخل كلمة سر جديدة خالص للانستجرام اول خانة هنكتب فيها كلمة السر الجديدة وتاني خانة هنعيد كتابة كلمة السر اللي احنا لسه عاملينها بعد ما تكتب كلمة السر بتاعتك الجديدة هتدوس على اعادة تعين كلمة السر لو ظهر معاك بعد ما دست كده اي ايرور او عمل لك تسجيل خروج من الانستجرام ما تقلقش من اي حاجة انت كده غيرت كلمة السر وبكده احنا غيرنا كلمة السر الخاصة بحساب الانستجرام ولو فتحنا الايميل كده هنلاقي في رسالة ان تم تغيير كلمة السر هنا بيقول لك اهوت ان في حد غير كلمة السر يعني انت غيرت كلمة السر ولو حبيت تتأكد ممكن تسجل خروج من الحساب وتخش تاني ولو عاوز تتأكد ان كلمة السر اتغيرت ممكن تدوس على اسم حسابك من فوق كده وتدوس على اضافة حساب انستجرام وبعدين تسجيل دخولي لحساب حالي هتدوس الى تسجيل دخولي لحساب اخر تمام وهتكتب بيانات حسابك هتكتب الوزر او البريد او رقم التليفون اللي انت لسه عامله او ضيفه في الانستجرام انا هكتب الاميل مسلا وهكتب كلمة السر اللي انا لسه عاملها بعد ما اكتبتك الاميل وكلمة السر هدوس على تسجيل الدخول اوعى تعمل انشاء حساب تأكد اللي انت بتعمل تسجيل دخول مش انشاء حساب بعد ما ادوس على تسجيل الدخول هنتظر لحد ما الحساب يفتح معايا وبكده الحساب فتح معايا وبكده انا قدرت اغير كلمة السر ازاي بقى تقامل حساب الانستقرام الخاص بك وازاي تعرف حساب الانستجرام حد بيفتحه ولا لا اول حاجة تعملها عشان تأمل حساب الانستجرام هتروح تلغي رابط حساب الانستجرام بربط الفيسبوك. لان لو حد معا حساب الفيسبوك بتاعك يقدر يوصل لحساب الانستجرام. اول حاجة هتعملها هتيجي تفتح تطبيق الانستجرام. وهتخش على حسابك الشخصي او صفحتك الشخصية بالشكل ده. الخطوة البعض كده هتيجي تدوس على الطالس شرط لتحت بعض من اعلى. وبعدين هتخش على الحاجة اسمها مركز الحسابات او اكاونت سنتر. وبعدين هتنزل تحت خالص على الحاجة اسمها الحسابات. هتلاقي عندك حساب الفيسبوك هنا. هتعمل له ازالة. وبعدين هتدوس على ازالة الحساب. وبعدين متابعة. وبعدين نعم ازالة الحساب. وبكده انت لغيت رابط حساب الانستجرام بحساب الفيسبوك. الخطوة وبعد كده هنروح نشوف حساب الانستجرام بتاعنا مرتبط ببيانات ايه الوقتي? والبيانات دي هتكون بتاعتنا ولا بتاعت حد تاني? ولو بتاعت حد تاني نشيل الشخص ده او نشيل بيانات الشخص ده عشان ما يقدرش يوصل لحساب الانستجرام تاني. هنيجي نفتح تطبيل الانستجرام. هنخش على صفحتنا الشخصية. او حسابنا الشخصي. وهندوس على الشرط التحت بعض من اعلى. وبعدين هنخش على مركز الحسابات. وبعدين التفاصيل الشخصية. وبعدين معلومات الاتصال. هيزهر هنا كل البيانات المتضافة في حساب الانستجرام. سواء عنوان البريد الالكتروني او رقم الهاتف. لو في رقم هنا مش بتاعنا او في بريد مش بتاعنا. هنيجي ندوس على البريد او الرقم. وهندوس على حسف الرقم او البريد. وبعدين حسف. وبعدين هندخل بسورد الانستجرام اللي احنا لسه عاملينه او لسه مغيرينه دلوقتي. وبعدين هتدوس على متابعة وهيتحزف معاك الرقم في نفس الوقت. طبعا كل المعلومات اللي هنا بتاعتي فمش هحزف حاجة. بعد ما تأكدت ان كل البيانات اللي موجودة هنا بتاعتك سواء بريد الالكتروني او رقم موبايل. هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده. ازاي نعرف حساب الانستجرام بتاعنا مفتوح على اجهزة تانية ولا لا. هنيجي نفتح تطبيق الانستجرام. وهنخش على الحساب الشخصي. وبعدين هندوس على التلات شرط التحت بعض من اعلى. وبعدين هنخش على مركز الحسابات. وبعدين هنخش على كلمة السر والامان. وبعدين الاماكن التي سجلت الدخولة منها. وبعدين هنلاقي حساب الانستجرام هندوس عليه. لو ظهر عندك هنا اسم الجهاز بتاعك صح. يعني انا مسلا جهازي اوبورينو ستة. لو ظهر اوبورينو ستة. يبقى ده الجهاز بتاعك. لو ظهر نوع جهاز تاني. يبقى الجهاز ده مش بتاعك. طب لو لقيت عندك اسم الجهاز بتاعك بس الموقع آآ غلط او الموقع واهمي او الموقع مختلف. ما تلاقش من اي حاجة الموقع بيجي في الفيسبوك والانستجرام واهمي. بس اسم الجهاز بيجي مظبوط. فلو لقيت اسم جهاز تاني مش بتاعك. هتدوس على الجهاز. وهتدوس على تحديد اجهزة لتسجيل الخروج منها. هتلاقي كل الاجهزة هنا اللي فتح الحساب بتاعك. ممكن تعلم على اسم الجهاز اللي انت شاكك فيه او مش بتاعك. او لو لقيت عندك اجهزة تيرة ما انتش عارفها. هتيجي تعلم عليهم او تعمل تحديد الكل من اعلى. وبعدين هتدوس على تسجيل الخروج. طبعا الجهاز اللي موجود هنا بتاعي. ما فيش جهاز غريب. يبقى كده تمام. ما فيش حد يدخل على حساب بتاعي. الخطوة البعض كده ازاي نفعل حماية المصادقة الصناعية عندي على حساب الانستجرام. نفتح حساب الانستجرام بالشكل ده. وهنخش على الحساب الشخصي بالشكل ده او الصفحة الشخصية. وهندوس على الثلاث شرط التحت بعض من اعلى. وبعدين هنخش على مركز الحسابات او اكاونت سنتر. وبعدين هنزل تحت كده وهنخش على حاجة اسمها كلمة السر والامان. وبعدين المصادقة الصناعية. وبعدين هنختار حساب الانستجرام. خطوة البعض كده هنختار رسالة اسم اس او واتساب. وبعدين هندوس على التالي. وبعدين هندوس على تأكيد. وهنا بيقول لك المصادقة الصناعية قيد التشغيل. هندوس على تم. ممكن يبعط لك كود على الواتساب او الرسالة نصية. على نفس الرقم اللي انت هتفعل عليه المصادقة الصناعية. فهتدخل الكود وهتدوس على تم. هنا بيقول لك المصادقة الصناعية قيد التشغيل. الخطوة البعض كده هنخش على الحاجة اسمها تطبيق المصادقة. ولازم ان توقف تطبيق المصادقة لان الشخص اللي بيكون دخل على الحساب بتاعك بيكون مفاعل تطبيق المصادقة فأنت هتعطله الخيار بتاع تطبيق المصادقة تيجي تخش على تطبيق المصادقة ولو ليت عندك هنا إقافة تشغيل فهتدوس على إقافة تشغيل بعد ما وقفت تطبيق المصادقة هترجع خط وراء وهتخش على حاجة اسمها طرق إضافية وبعدين هتدوس على الرموز الاحتياطية وبعدين هتدوس على الحصول على رموز جديدة هيظهر معك رموز جديدة هتاخدها وتحفظها معك على الموبايل والرموز دي وظيفتها انت طبعا بيكون معك كلمة السر فبتكتب كلمة السر الخاصة بالحساب بتاعك والحساب بيطلب منك الرمز المصادقة السنائية اللي بيوصلك على الرقم طب افرض الرقم ده ضاع منك اول رقم ده ما عادش معاك بتقدر تستخدم رمز من رموز المصادقة دي بالترتيب يعني اول رمز عندي تلاتة زيرو اتنين ستة تسعة واحد تمانية اربعة فبتيجي تكتب الرمز والحساب بيفتح معك بدون اي مشاكل ده طبعا بتستخدم الرموز ديت في حالك ان الرقم بتاعك ضاع وما والكود ما بيوصلكش على الموبايل وبكده احنا عرفنا ازاي نغير كلمة السر الخاصة بحساب الانستجرام وازاي نأمن حساب الانستجرام الخاص بينا ارجو ان تكون استفدتم مش شرح لو استفدتم مش شرح يستش تعمل شكرا لقناة وتفعل زر الجرس ونلاقيك للفيديو شكرا